أهلا بكم من جديد أقيمة فعاليات بازار الفحيص الميلادي الموحد للسنة الرابعة على التوالي احتفالا بقرب موسم العيادة المسحية الذي يحلو مع انتهاء العام ليقدم المشاركون فيه مختلف المنتجات التي يعرضونها وسط أجواء عائلية مليئة بالبهجة والسرور بالتزامن مع اقتراب عيد الميلادي المجيد فتح بازار الفحيص الميلادي الموحد بدورته الرابعة أبوابه أمام الزائرين الذين تهافتوا لشراء مستلزمات العيد التي تتزين بها كل زاوية على طريقتها الخاصة تعرفنا على ناس كتار وأجواء العيد كتير حلوة ومن نفس الوقت يعني اللوحات بتصير معروفة أكتر عند الناس على الرغم من تدني درجات الحرارة وبرودة التقص إلا أن الأجواء العائلية الحاضرة أطفت دفئا في المكان حيث اجتمل البازار على مجموعة من المجغولات المختلفة والمتنوعة التي عكست بتفاصيلها الحس الإبداعي لدى المشاركين على اختلاف معروضاتهم هذا البازار يقام باستعداد للعيد ومثل ما أنتم شايفين البهجة على الأطفال على الكبار على الأصغار الكل عم بيجهز لاستقبال ميلاد المسيح له المجد يأتي بازار الفحيس بحلته السنوية لهذا العام بمشاركة عدد من مؤسسات الفحيس التطوعية كمظهر من مظاهر الاحتفال بالأعياد المجيدة التي تأتي محملة بالمفاجآت للصغار والكبار في نهاية كل عام وآله الحديث عن البازار معنا سيدة سيهان قاوار رئيسة جمعية قرية الأردنيات من منظمي البازار أهلا وسهلا بك معنا ويسعد صباحك صباح الخير أهلا بك هذا البازار موحد أكثر من مؤسسة موجودة برأيك هذا التنوع الموجود بالبازار عم يخدم البازار أو يضعف الجمعيات الموجودة البداية بدي أحكي أنه انفردت بلدية الفحيس بإقامة مجلس للمؤسسات التطوعية داخل المدينة وهذا يعني غير موجود في مناطق أخرى من الأردن الهدف توحيد الجهود أيضا إذا فيه أي طوارئ في أي مثل الموضوعات بتهم المدينة يتم مناقشتها داخل هذا المجلس لذلك منذ أربع سنوات أخذت على عاتقها بلدية الفحيس بأنها تقيم هذا البازار الموحد الذي يضم الجمعيات المعنية بهذا الشأن فلسنة الرابعة على التوالي يقام هذا البازار برعاية البلدية وكان تحت رعاية افتتاحه تحت رعاية رئيس البلدية عطوفة المهندس جمال حتر وكان افتتاح راقي بحضور كمان معالي سيدة هالة لطوف وكان فيه واضح البهجة والسرور من المشاركين بكونهم عم بيعرضوا منتجاتهم من قم بتسويقه وكان هذا الحكي يعني مائجة من فراغ لأنهم لمسوا كان فيه نجاح للبازارات الفلات السابقة فكان فيه تهافت على الاشتراك في البازار وقبال المشاركة وأجواء العيد كانت واضحة بالتقرير برأيك هاي السنة ايش اللي كان مختلف عن الاشي اللي قدرتوا تطوروه بهاي السنة المزبوط للبازار السنة مختلف لعدد أسباب أولا رجعنا البازار لمفهومه القديم اللي هو الانتاج اليدوي يعني إذا لاحظت بالتقرير كان فيه سيدة قاعدة بتشتغل صوف وبتعرض منتجاتها أيضا منتجات ربات البيوت من المواد الغذائية أي أشغال يدوية فكان بقدر أحكي 90% من المنتجات داخل هذا البازار يدوية وأيضا أضاف نكهة أخرى ويعني هذا بديل على تطور الفكر عند الناس اللي هو كان فيه طاولة لإعادة تدوير كانت منتجات راقية جدا ما أعرف إذا التقرير مر عليها أو لا لمنتجات معادة تدويرها منتجات ما بتصدق أنها معادة تدويرها يعني مخلفات البيئة الفنان محمد عبدالهادي أنتجها بطريقة راقية جدا إذا ما حكى لك أنه معادة تدويرها ما بتعرف فكانت هاي طاولة يعني بتدل على وعي الناس وكيف أنهم يستخدموا بتطور الفقار طبعا فهذا البازار يعني هذه الفكرة لإعادة تدوير كانت ممتازة جدا أيضا أنه يكون فيه منتجات يدوية هذا هو الهدف الأساسي وأيضا بساعد ربات البيوت وحتى الجمعيات على أنها تسوق لمنتجاتها لأنها مشكلة حقيقية بالتسويق التسويق هو عالم قائم بذاته فبالنهاية هذه فرصة للتسويق للمشاريع الصغيرة ولربات البيوت مش الكل يعرف بفن التسويق وهذه فرصتنا فبتقوم البلدية على عاتقها بالإعلام الكافي والوافي وحياتنا وصلنا لتلفزيون المملكة من خلال النشاط اللي بتقوم فيه البلدية حتى تعلن عن هذا البازار وبالنهاية يكون الإقبال يعني بالرغم من الطقس السيء اللي كان والحمد لله كان يعني نعتبره جيد جدا حتى تغير المناخ اللي مأثر على العالم أثر عليكم أثر علينا أثر علينا السلام ولكن الحمد لله معدلات الإقبال انخفضت بشكل كبير ولا معقول انخفضت هي مدرش يعني أنكر انه انخفضت ولكن بشكل عام جيد يعني كان العام ممتاز السنة جيد جدا ولكن هذا تقليد سنوي احنا بنحرص على إقامته وهو لمساعد يعني نهدف أن نساعد الأسر على رفع مستواها الاقتصادي وبالنهاية من خلال تسويق منتجات هل في فعاليات قادمة يعني فترات عياد الميلاد طويلة ولسا عياد الميلاد ضيل له وقت هل في فعاليات أخرى حتكم موجودة بالإفحاس؟ هي الفعاليات بديت منحكي من نصف شهر الماضي وكان باستمرار يعني دايما في عنا على عطلة الأسبوع في عنا فعاليات كان يعني بزرات سابقة لمؤسسات يعني مستقلة اتنين كان في عنا عيد البربارة كمان كان في يعني مناسبة دينية بأربعة عشر كان في مناسبات فيها من خلالها ترانيم دينية وتشعر الناس بالفرح والسرور يعني أجواء عائلية هي أهم شيء أن العيلة كلياتها تطلع مع بعضها على هذه الفعاليات مش مقتصرة يعني على فئة معينة طيب لاحظنا أيضا بما أنه نحكي عن العائلة أنه فيه كان فعاليات خاصة بالأطفال إيش أبرز هذه الفعالية يعني حرصنا أنه كل يوم يكون في عنا فعالية مثلا في الافتتاح كانت عنا الفنانة روز الور وكان أطلقت ألبومها الجديد وكان كلها يترانيم للميلاد فهذا جمع يعني عائلات كثيرة وكان صوت ملائكي يعني يتناسب مع أجواء العيد وكان في عنا مأكلات كل يوم مأكلات شعبية كمان هذه جمعت الناس حببت الأطفال أي نعم وكان عنا ثاني يوم فاتور مقدم من وترزرياب كمان كان في عليه عدد كبير من الناس وآخر يوم كان في عنا فعالية للأطفال هذه كانت ناجحة بكل المقاييس المزبوط طب يعني بالنسبة للكم وجود الأطفال مع العائلات في هذا المكان اللي عم بسوق المنتجات المشاركين في البازار والناس اللي كانت موجودة وعم تعرض منتجاتها هل عم تلمس هذا الأثر على عملية البيع؟ نعم هل عم بيكون حقيقة في إنجاز؟ طبعا طبعا أنت بتعرف الطفل لما بده شيء بيحرج أهله بطريقة ما فبالنهاية بنعكس على التسويق أكيد يعني فعليا هي هاي البازارات اللي بتساعد العائلات اللي عم تنتج أعمال يدوية هل هاي العائلات عم تطلب منكم مثلا بازارات أكتر؟ هل عم تطلب إنجازات أكتر؟ المزبوط كانوا مصررين أنه على بداية الربيع على عيد الفصح أن يكون في بازار آخر وهذا الحكي بده يندرس ضمن مجلس المؤسسات ونشوف مدى فعاليته ومساعدة الأسر إحنا منهدف مساعدة الناس فإذا كان فعلا بساعد إحنا جاهزين لأي جد يعني أكيدنا نحكي لكم الله أعطيكم ألف عافية على الإضافة اللي عم بتقدموها خصوصا للعائلات اللي عم بتسوق منتجاتها والمشاركين وأيضا البسمة اللي عم ترسموها على شفاه الأطفال أنا بدي أشكرك جزيل شكر سيدة سيهام قعوة رئيسة جمعية قرية الأردنيات وكنت من أهم منظمي هذا البازار شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم لحضوركم أنتم دائما حاضرين في كل لقاءاتنا وجهد واضح نتمنى لكم التوفيق في مساركم وإن شاء الله بتقدم مستمر شكرا جزيلا شكرا إلى شكرا جزيلا لكم